اشتركوا في القناة 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 وبعدين تروح نفس نفس الملتيون بالضبط ما فرق فيه اي شي ترجع على الخلف وهذا تروح على الهردسك الداخلي الداخلي كلمه كلمه اعتاد يعني تضغط علي ضغطة واحدة بعدها تنزل تنزل لا تروح على جيم زي بكتلك غيري خاصة باللعاب بشينة ثري صيغة الملتيون لا تروح عليها الان عندنا لعبة ايزو صح فماذا مو مكانها فتنزل بتلاقي فيه هنا اسمها بي اي ستري ايزو فتضغط هنا مثلث بعدين بيست راح ينقلك اللعبة طبيعي جدا حتى لو لعبة حجمها اكبر اربع عقاية الان حلينا المشكلة من خلال الكمبيوتر وحلينا المشكلة من خلال البلاي ستيشن ثري طبعا السرعة تكون برضو نفس النقل بالضبط ولكن انا قاعد استخدم هاردسك الان ما استخدم فلاش ليش انا ما استخدم فلاش لان الفلاش الان يا شباب يعني الهاردسك اسرع من الفلاش فالان استخدم السرعة القصوى للهاردسك ويعني ممكن كنت تقول انها يطول برضو شفت السرعة تبعها السرعة حقيتها شباب 12 ميجا بايت 12 ميجا بايت ممكن تكون الفلاش 6 او 7 ميجا بايت لكن سرعة جهاز البلاي ستيشن ثري نفسها 1 ميجا بس فشفتوا الفرق الفرق 12 ضعف فانا قلت لكم يا شباب انتبه تستخدم سرعة البلاي ستيشن ثري نفسها انسى انسى حكاية المكتبات هذه يا شباب عندكم السرعة الان القصوى هذه افضل من الف مرة لو انت قاعدت استخدم سرعة البلاي ستيشن ثري نفسها وحملت لعبة حجمها 8 جيجا شوف كم راح تستنى راح تعقبت تقريبا ثلاث ساعات اربع ساعات هذا وانا مركب هاردسك اس اس دي داخل جهاز البلاي ستيشن ثري الداخلي لو اني ما ركبت طيب لو قاعدت على الهاردسك العادي لو اتش دي دي كم بيكون تقريبا باقعد نص يوم لما احمل لعبة حجمها 8 جيجا مصيبة مصيبة طيب خلونا خلاص بيخلص وانا ارجع لكم مرة ثانية خلاص يعني ها قرب يعني هانت هانت يلا يلا اوكي شباب خلاص خلصت ثلاثة اربعة خلاص كذا خلصت واني قل انها انتقلت الى هاردسك الوشين ثري الداخلي عند بي اس ثري ايزو زي ما مكتوب فوق فخلاص نطلع من هذا الباكت لان هذا الباكت شباب يعني اذا تغطى لاي لعبة ما راح يعني يدخلك على اي لعبة او شيء زي كذا هذا فقط نقل اما نقل بس اما تدخل على الملفات وتغير فيها وتعدل فيها لا ما راح يقبل معك اي شيء او انك تختر اللعبة برضو ما راح يقبل معك فله يعني شيء ثاني او له يعني الفايل مناجر هذا هذا الجزء الثاني منه اللي هو المنيغنز برضو يعتبر اماه نضافة لعبة جديدة ناروتو اه فقدنا نضغط عليها كذا و بعدا نشوف اخرتها. طبعا انا عندي يا شباب صيغة الايزو دايما ما تشتغل عندي مادري ليش مادري ليش. ولا متأكد يمكن متأكد مية في المية انه ما راح تشتغل. فبرضو خطوة مهم يا شباب قبل ان تبدأ اي لعبة على صيغة الايزو ولا ايزو ولا بكيش اضغط عليها مثلث لاي لعبة. اي لعبة لجاتشين تري. اضغط عليها بدنا روح للبحث عن تحديث شوف اذا في تحديث ولا لا. قل لك انا خلاص احد تحديث. طبعا اذا كان في تحدي حدث اللعبة احتدت لان اذا ما حدثت اللعبة ودخلت عليها بيضعتك شاشة سودا فأنت يعني لازم انك تحدث اي لعبة سواء اي لعبة سواء بصقة المزيمان ولا البكج ولا الايزو فهذه زي ما قللك خلاص قللي هذه احضار التحديث فعلاً فانا اتكلم عن نجرب اللعبة شباب على السريع فانا كنت غلطانة يعني وفعل اشتغلت اللعبة كويس يعني العاب الايزو تشتغل فانا الصراحة جربت كثير العاب بالايزو لكنها لمشانرت عني يمكن هام حاسب اللعب صراحة فاي د鹦 PEEM اذا اللعب ما اشتغلت عندك بأى صيغة كانت حاولها على طول يعنى يغير صيغتها. غير صيغة اللعبة pedagog اذا كانت مثلا ايزو ولمشتغلت عندك حاولها للصيغة الملتمان واذا لمشتغلها بالصيغة الملتمان حاولها والله هذه مطولة مره يشباب mtولة مراه مره لسة فيه يعنيل enfin ل vanish في بعض العاب كده desp green مليون يقعد ثلاث سنين لما يسوي لو ديك لك خلاص بما انها شغالة فعلا فهذا شي كويس يعني لكن عموما هذي شاب الطريقة اللي تشغل فيها الصيغة لأكبر من 4 جيجا هذي الطريقة ضبطة بالضبط وتشتغل معك كل شي حرفيا وبس شباب هذا كل ما يجب ان يقال في هذا الفيديو ان شاء الله يعني بيينت لكم كل النقاط ومنسيت اي شي اذا اصاب عليك شي بحصل فيديو شباب يعني تقدر تتواصل معي على مواقع تسل الاجتماعي الموجودة في لمحة او في قناة الوصف او يعني تكتف التع اللقات وانا بجاوب على كل النقاط اذا نسيت شي او اذا ما فهمت شي تقدر تكتب ليها في خلال التعليقات وتجيني في الخاص يو في شي اخير يا شباب لازم تفهم ان هذا المقطع انتهى يعطيكم العافية على المشاهدة الحد الان ولا تشوف تضبطونا من اللايك والاشتراك والكومنت والشير لاشيال حلوة يا شباب واذا فالك شي بخصو الفيديوهات تقدر شوف هذه الفيديوهين الموجودين هنا تشوفهم الول سمتع فيهم اذا حاب تكمل معنا ارجعنا مرة ثانية وحياك الله باي وقت وانا اراكم في لقاء اخر في فيديو جديد مع السلامة